اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل بإذن الله سنبدأ في الأبواب المتعلقة بإعرابي الإسم وذكرت في الدرس الثاني أو الأول أن الهدف من النحو هو الإجابة على أسئلة ثلاثة السؤال الأول متعلق بنوع الكلمة هل هي إسم أو فعل أو حرف والسؤال الثاني متعلق بحال الكلمة هل هي معربة أو مبنية وذكرنا مميزات الإسم ومميزات الفعل وذكرنا أن الحرف يتعين بالاحتمال ثم بدأنا في الإجابة على السؤال الثاني وهو المتعلق بحال الكلمة وقسمناها إلى ثلاثة أقسام ما هو مبني في كل حال وهو الحروف وما هو مبني في حال دون حال وهو ما يكون مبنيا لكن الأصل فيه الإعراب وهذا هو الأسماء وما يكون مبنيا والأصل فيه البناء ولكنهم قد يعرب هذا هو الأفعال ثم فصلنا حالة الإعراب والبناء بالنسبة إلى الأفعال واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في الإجابة على السؤال الثالث وهو السؤال الأخير المتعلق بلقب الكلمة وموقعها من الإعراب وتجدر الإشارة إلى أن هذا المبحث خاص بالإسم هذا المبحث خاص بالإسم فالإسم هو الذي له موقع من الإعراب بخلاف الفعل والحرف فلذلك نبدأ بتقسيم الأسماء إلى ما هو في موقع الرفع وما هو في موقع النصب وما هو في موقع الخفض ونبدأ بمرفعات الأسماء وهذا هو درسنا اليوم إن شاء الله تعالى يقول الناظم رحمه الله تعالى الفاعل ارفع وهو ما قد أسنده إليه فعل قبله قد وجده وظاهرا ياتي وياتي مضمرا كاستاد زيد واشتريت أعفرا في هذين البيتين يبين للمؤلف رحمه الله تعالى القسم الأول من أقسام مرفوعات الأسماء لكن دعونا أول شيء نتكلم على مرفوعات الأسماء هذه الأسماء التي لها موقع من الإعراب إما أن تكون في موقع رفع وإما أن تكون في موقع نصب وإما أن تكون في موقع خفض فموقع الرفع خاص بالعمد والعمد في الجمل إما أن تكون مثلا فاعلا أو نائب فاعلا هذا بالنسبة للجملة الإسمية وإما أن تكون مبتدأ أو خبرا هذا بالنسبة إلى الجملة عفوا إما أن تكون فاعلا أو نائب فاعلا هذا بالنسبة إلى الجملة الفعلية وإما أن تكون مبتدأ أو خبرا هذا بالنسبة إلى الجملة الإسمية هناك جملة مركبة من الإسمية والفعلية وهي كان وأخواتها وإن وأخواته فهي هذه في الأصل جملة إسمية لكنها دخلت عليها كان تصبح تغير فيها كان ففيها عمدتان في الأصل المبتدأ والخبر فيبقى أحدهما على الرفع كذلك أيضا إذا دخلت إن أو إحداء أخواتها على المبتدأ والخبر ربما تغير فيها لكن يبقى بعض الرفع في بعض العمد فلذلك مرفوعات الأسماء الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن وتابع المرفوع والأول من هذه الأقسام هو الفاعل لأن هذا الكتاب مؤلف على طريقة الكوفيين والكوفيون يقدمون الجملة الفعلية على الجملة الإسمية فذلك قال الفاعل الرفع وترجم له بقوله المرفوعات من الأسماء باب الفاعل الفاعل في اللغة هو من قام بالفعل الفاعل في اللغة هو من قام بالفعل لكن الفاعل في الإصطلاح المقصود به هو كل اسم أسند إليه فعل قبله لكونه قام به أو وصف به أو جرى عليه أو نفي عنه شيء من ذلك فمثلا حينما نقول مثلا قام زيد زيد هو الذي قام بالقيام لكن حينما نقول ما قام زيد فهذا نفي عنه القيام لكنه في النحو يسمى فاعل وحينما نقول حسن زيد فزيد ليس هو الذي جعل نفسه حسنا لكنه هنا يسمى فاعلا في الصلاح النحال وحين نقول أيضا ما حسن زيد نفس الشيء وكذلك لو قلنا مات زيد أو ما مات زيد نفس الشيء فزيد في هذه الحالات كلها مرفوع لأنه اسم أسند إليه فعل قبله فهذا هو تعريف الفاعل عند النحات طبعا الفاعل له مجموعة من الأحكام أولها أنه يكون مرفوعا فالفاعل لا يكون إلا مرفوعا مثل قول الله عز وجل قال الله وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين الله هنا فاعل مرفوعا على مترفعه الضم الظاهر على آخره سواء كان مفردا أو تثنية أو غير ذلك قال رجلاني رجلاني أيضا فاعل مرفوعا على مترفعه ألي في التثنية وهكذا قد افلح المؤمنون فالمؤمنون هنا فاعل مرفوعا على مترفعه الواو لأنه جمع مذكل سالم وهكذا فإذن الفاعل حكمه الأول أنه مرفوع ذلك قال الفاعل رفع ثم عرفه قال وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد معناه هو الإسم الذي أسند إليه فعل وجد قبله كذلك أيضا من أحكام الفاعل أنه تارة يأتي إسما ظاهرا وتارة يأتي ضميرا فيأتي إسما ظاهرا مثل ما رأينا مثلا قال الله فهذا إسم ظاهر قال رجلاني إسم ظاهر قد أفلح المؤمنون المؤمنون في هذه الحالات كلها الفاعل إسم ظاهر قد يكون ضميرا بارزا مثل قولك قمت أو فهمت أو تكلمت فالتاه هنا فاعل ضمير متصل في محل رفع فاعل أو قمت أو فهمت أو تكلمت أو تكلمت أو قمت أو فهمت فهذا في هذه الحالة الثلاثة ضمير متصل في محل رفع فاعل فإذا قد يكون إسما ظاهرا وقد يكون ضميرا لكن أيضا كما أنه يكون ضميرا بارزا يكون ضميرا مستترا مثل أقول لك إفهم أو إكتب أو إدرس أو ذاكر فهذا فعل الأمر الموجه للمفرد دائما فاعله ضمير مستتر نجوبا تقديره أنت تمام وهكذا لذلك قال وظاهرا ياتي وياتي مضمرا كذلك أيضا من أحكام الفاعل أن الفاعل إذا كان مؤنثا فتتصل تاء تأنيذه أو علامة تأنيذه بالفعل فنقول قامت هند تأنيث هنا تتصل بالفعل إذا كان فاعله مؤنثا وهذا أيضا من الأحكام المتعلقة بالفاعل كذلك أيضا من الأحكام المتعلقة بالفاعل أنه الأصل فيه أن يلي الفعل في الترتيب ويتأخر المفعول به مثلا بعد الفاعل هذا هو الأصل في ترتيب هذه الجبلة ختم المؤلف رحمه الله تعالى بمثالين قال كا استاد زيد واشتريت أعفر فقوله استاد زيد هذا مثال للجملة الفعلية المركبة من فعل وفاعل يعني من فعل لازم وفاعل ظاهر هذا مثال واضح للجملة الفعلية التي تركب من فعل لازم وفاعل وتكتفي بهذا القدر ثم مثل أيضا مثال آخر قال واشتريت أعفر اشتريت هذا اشترى فعل ماضي والت ضمير متصل في محل رفع فاعل فهذا مثال للفاعل الذي يأتي ضميرا كذلك أعفر مفعول به فهذا المثال بهذه الجملة الثانية مثال للجملة الفعلية التي تجتمل على فعل وفاعل ومفعول به وهذا له دور أساسي في درسنا الذي بعده مباشرة وهو درس نائب الفاعل خلاصة هذا الدرس اليوم أننا بدأنا في الكلام على إعراب الإسم وقسمنا الأسماء إلى ثلاث مجموعات المجموعة الأولى هي مرفوعات الأسماء وهذه مرفوعات الأسماء سبعة أولها الفاعل عرفناه لغة بأنه من قام بالفعل وبالإصلاح بأنه الإسم الذي أسند إليه فعل قبله ثم ذكرنا أن من أحكامه أنه يكون مرفوعا وأن من أحكامه أنه يكون ظاهرا تارة ويكون ضميرا وأنه تتصل تاء التأنيث بالفعل إن كان هذا الفاعل مؤنثا وهكذا سل الله تعالى ننفع عني وإياكم لهذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل